طبعا خلينا أقولك أن طبعا أول ما وصل الفريق هنا لمقر الإقامة كان فيه عدد من جمهير النادي الأهلي وأكيد اللقطات دي هتكون عندك يا كابتن إسلام لو ما زعتهاش لحد دلوقتي أكيد هتتزعب على شاشة قناة النادي الأهلي جمهور آه بالضبط جمهور النادي الأهلي كان موجود وحريص جدا أنه يكون موجود ويقابل الفريق قدام مقر الإقامة وحياهم تحيات كبيرة جدا جدا جمهور الأهلي البطولة دي هو العامل الرقم واحد بعد توفيق المولى عز وجل في حصول النادي الأهلي على المركز الثاني الثالث لأن طبعا في ظل برضو الظروف وكل الطرق بتأدي للحديث عن الظروف بصراحة لكن في كل الأحوال في ظل كل ما حدث بالنسبة لنادي الأهلي مقابله أثناء هذه البطولة الجمهور ما كانش بيشجع لعيبة الجمهور بيشجع تيشرت الأهلي الجمهور بيشجع اسمه كياني تاريخي الأهلي فالناس كانت حريصة النهاية تبقى موجودة في مباراة منتري وكان بشكل كبير جدا مباراة بالمراس الظروف وكل ما اللي حصل عارفينه النهاردة كمان جمهور الأهلي موجود رغم أن أنت بتلاعي فريق قوي جدا جدا زي الهلال السعودي بإمكانيات كبيرة بكل حاجة عندهم كويسة لكن أنت قدرت أن أنت تكسبهم ومش تكسبهم واحد ولا اثنين أنت كسبتهم اربعة وبتفوق وكنت من أول المباراة نازل يعني واخد المبادرة بالشكل الممتاز المطلوب وهو ده الشكل اللي كان بيتكلم فيه مستر بيتسو مسماني على طول في المحاضرات واللي كان نفسه أن الشكل ده هو اللي يحصل في مباراة بالمراس بس ما كانش فيه توفيق فانت الشكل اللي بتدت بيه ده برضو اللي خليك دخلت الجنب بسرعة بالتالي قدرت تجيب جنب بدري في التالي في التالت في الرابع بغض النظر كمان على الكروت الحمرة لأن انت تقدمت وهم كاملين فالأهلي هو يعني سيد أسياد العرب وسيد أسياد أفريقيا وهو يعني النادي الأكبر في الوطن العربي في أفريقيا ونتيجة مباراة النهار ده بتثبت كده وهي خير دليل على كده لأن فعلا زي ما انت قلت يا كابتن إسلام في الأول الكلام كان كتير جدا على الأهلي والتشقيق كان كتير جدا في الأهلي وفي مستر بيتسو مسماني الرجل ده يا كابتن إسلام وحيات ربنا الرجل ده بيشتغل شغل أنا بتابع التمرين وأكيد يا كابتن إسلام في القاهرة لما كنت بتروح مثلا للنادي أو حاجة بكنت بتبص وليك نظرة الرجل عندك خبرة أنا بتابع التمرين في المعسكر ده أو في الرحلة دي الرجل بيشتغل فعلا الرجل بيقعد ساعة ونص ساعتين في التمرين بيحفظ اللعيبة التاكتك اللي عايز نفزه النهاردة أكتر من هدف من اللجوم عن طريق الشكل اللي اتمرانوا عليه في التمرين فيه جمل كتير جدا حصلت على الأطراف لو خدتوا بالكوا على الأطراف حصلت تمام وانت بتطلع بالقورة وبتكمل لقدام والله كنت قاعد أنا وأحد الزملاء العزاء الصحفين جنبي قلنا يا جماعة إيه دا 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 احنا دا اللي شوفناه في التمرين بارح فده معناه إيه معناه أن الرجل دا مدرب كبير هو فاشل هو رجل فاشل يا عمين يا رجل بتقول كلام يقول كلام بقى عدل يا أخت قول إنه هو رجل فاشل وما بيعرفش يدرب مش ممكن يعني مش بعيد تلاقي النهاردة مواقع كدبه لك إن مسيماني حيمشي أو إن إدارة الأهل بتتفاوض مع فريرة فاكر فريرة ككل شيء أقول لك فريرة فريرة جاي فين فريرة يا جماعة ما تقول لنا فريرة فيه يعني فين الناس الأسماء اللي كنا بنسمحها فين الكلام دا وبعدين الناس كتير كان بتنتقل تقول لك الرجل كابتن السلام يعود يقول لك الرجل بيدي أجازات كتير جدا للعيبة طب ما هاللعيبة عندها مغزوم بدني يا جماعة ما هالأجازات دي محسوبة ما هو فيه برنامج معين محطوط للعيب برنامج بدني معين ما اللعبة دي عندها مغزوم كده كده لو خده أجازة يوم ولكنه ما عندهش فكرة هو ده جهاز فاني فاهم ما تقودش تقول كده كل شوية يعني ما مش ممكن حاجة غريبة أقسم والله الواحد شاف يا أمير حاجات الحاجة غريبة والله العزيم لك بجد بجد أنا ما شفتش كده يعني أنا مطلوب مني مثلا أنت راجل قناة الأهلي أوفادة أمير علشان يروح يجيب لنا كل أخبار اللي هناك طيب لما هو يجيب الأخبار وإحنا نطلع نقول له أمير أنت وحش طب ده ليه ما هو الراجل اللي شغله عمله يعني الشغل التقه كله عمله بيروح يمينه بيروح الشمال وكل حاجة والدنيا حلوة واللطيفة بيجيب له كل جبور النادي الأقلي الأخبار هو وده كروري وقويضة ثلاثة عاملين شغلي جمد جدا هناك هل المفروض أن نقول له أنتوا وحشين هو ده اللي بيحصل مع مسلماني بيكسب تقول له أنت وحش أعتقد أعتقد هو تقريبا محتاج مسلماني أنه مثلا يبقى شعر أصفر شوية برافو عليك نعتبره مثلا من جايبينه جايبينه مثلا من إيه من إنجلترا أو من ألمانيا نقول عنه مدارب ألمانيا عشان الناس تبقى مبسوطة يعني الراجل أولا يا كابتن إسلام الراجل كميته ماشي جدا مع الأهلي بالزبط الراجل مش مجرد كمية بقى وحظ بقى الراجل وحيات ربنا يا كابتن إسلام بيذاكر الفرقة الفرقة اللي بيقابلها مذاكرة مش قادر أقول إحنا ما نشوفهش في القوتيل من الآخر يعني إحنا ما نشوفهش في القوتيل غير مثلا إيه على معاد الغداء وعلى معاد المحاضرات غير كده هو في القوضة بيذاكر طب أمين ونبينا هسألك سؤال طب أنا هقول لك يعني إحنا كذبانين النهاردة وعملينه وبتاعه وكل حاجة الدنيا وراك ضلمة ليه كده أنا يعني مش عارف أنا آه بص هقول لك ليه لأن إحنا دلوقتي وقفين جنب المطعم بتاع الفريق الفريق كله يعني بياخد واجبة عشاء بالنسبة له بعد مجود كبير طبعا طول اليوم طول اليوم بره الفندق آه وبعدين خليني أقول لك كمان أن الحتة اللي ورا دي اللي انت شايفها كابتن إسلام دي كانت مليانة جمهور فالجمهور برضو يعني الأمن بتاع الفندق يعني يحاول أنه هو يخلي الجمهور يمشي بعد ما احتفل مع الفريق برضو تبقى للإجراءات الاحترازية ولسه برضو فيه قلق شوية من الموضوع فده طبيعي جدا إجراءات لازم تحصل لكن في كل الأحوال مستر بيتسو موسيماني بالعودة لي لأن الرجل ده لازم ياخد حقه لازم ياخد حقه بنسبة مليون في المية بعض الملاحظات وحاجة زي كده يعني مش عارف مفوضة أقولها ولأ بس أنا هقولها يعني احنا كنا قبل مباراة بالميروس بنتفرج على تمرين بالميروس أنا وزميلي داكروري فجينا احنا حظنا يعني رحنا والتمرين بيخلص فكان فيه بعض الجمل التيكتكية بتتعمل فاخدنا الجمل التيكتكية دي صراحة وروحنا قلت أنا رحت قلت مستر بيتسو قلت له أنا شفت شفت يعني جمل التيكتكية بتتعمل في فاولات لو حابب تعرفها قال لي حابب جدا جدا الرجل وقف وسمع الميزة عنده هو بيقعد يسمع قلت له حصل كذا 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 رح راسم التاكتك على الورقة وقعد صوره في الموبايل بتاعه وقعد زكره الكوري السابت في موراة بالميروس احنا مش بلون احنا يعني جمدين بقى أنا ومسلا ومدكرون كلام من دا لأ أنا بقول لك يعني انا عايز اقول ايه ان الراجل بيسمع لأي حد احنا مش فانيين لكن هو بيحب بيستفاد من اي حاج من اي فرصة قدامه عايز يستفاد منها وده زكاء في حد ذاته طبعا ده زكاء كبير جدا الراجل دماغه ما شاء الله زكي جدا وبيعرف يستغل اي حاجة في صالحه وفي صالح الفرقة بيحب الأهل حب كبير فبالتالي ان شاء الله بإذن الله الراجل حيكون موجود مع النادي الأهل والدين هتبقى ماشية وكتموح من مواطشات أفريكا موعد مش عارف يوم 25 احنا عندنا مواطش مع مين مدير كورة شغلته هو عارف الكلام ده انا فجئت ان حتى محمد الشناوي اللي هو كابتن النادي الأهلي اللي كان مشغول في فترة اللي فاتت بالمنتخب طبعا واللي كان محفق مع المتخب في الفوز بلوطولة لكن عملونا يعني بطولة كبيرة في الحقيقة من حيوم كل التحية حافظ موعيد مواطشات الأهلي في دور المجموعات من دور أبطال أفريكا يعني هو مش مستني مواطشة جاي عندنا مين رجال طب يلا نجاز لا هم الناس بتجاهز نفسها بدري بدري الناس بتهيئ نفسها بدري بدري احنا عندنا مراحل احنا مرحلة الحالية احنا هنرجع عندنا الهلال السوداني بعد كده هنروح نلعب مش عارف في القاهرة وبعدين هنلعب مع المريخ وعارف الموعيد فلما تلاقي كابتن فريق شناوي نفسه حافظ احنا اللي عندنا ايه وحنلعب مين مش عارف تأكد ان الكلام ده ما نقول اللعيبة تأكد ان دي نفس دماغ اللعيبة فمن هنا تطمن على الاهلي لما تلاقي فيه لعيبة كابتن ممكن في اي نادي تاني فيه لعبة تقول لك ايه تقول لك احنا عم المطش الجاي مين مش عارف عندنا مين يا جماعة حد يقول احنا عم المطش ما يبقوش مهتمين احنا كاللعيبة نروح قاللك ايه خلاص نستنى المطش الجاي عم نشوف على اللعب مين ونجهز له لكن الناس هنا مركزة الموضوع مش مجرد ان احنا بنلعب كرة الموضوع مرتبط بحب وعشق للنادي الاهلي وبارتباط بجمهور النادي الاهلي اللي هما دايما نفسهم يفرحوهم